بكل مشاهدي أم بي سي مصر العلاقات بين مصر واليونان هي علاقات قوية وقديمة بيعود تاريخها إلى مقبل الميلاد بنحو 300 عام تقريبا بيسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة السفير اليوناني الجديد في مصر نيكولا جارليدس هيطلعنا على مزيد من التصريحات في أول ظهور له بعد تولي هذا المنصب الجديد بنرحب حضرتك معنا يا فندم على شاشة أم بي سي مصر في البداية حب أعرف شعور حضرتك أول ما توليت المنصب وزورت المتحف المصري الكبير وكنت قريبت تصريحات لحضرتك أنه حقيقة أعجبت جدا بالمكان وبالتصميم المعماري هناك فحبين نعرف الانطباع بتاع حضرتك عن زيارتك للمتحف المصري الكبير أبتدي اللي أنا شريف وسيد جدا اللي أنا سفير الجديد في مصر في مصر اللي أنا أتولدت فيها قبل ستين سنة فأنا أتولدت في بورسايد بس الحقيقة أنا أحاسس كهرانا أكثر من بورسايد إذن أنا عيشت في الكهرة إتناشة سنة بقى فأنا متشارف جدا اللي أنا كنت في المتحف الجديد وأنا شاف الشوك اللي الشديدة ده والفير سبيشيلايز اللي هناك أنا أحاسس السبب الإختياري ده اللي أنا من مصر أنا شريبت ما يتنيل كتير بقى فلازم أرغى بس الوزارة الخيرجية اليونان طبعا هما يزين ناس اللي هما بيخاسس القلب والفكرة المصريين وهيشتغلوا بمش بس بالمحهم بالمح بس بالقلب كمان كيف ترى العلاقات اليونانية المصرية وهي متطورة في أي مجال من موجة نظر حضرتك المجال الفني المجال الثقافي المجال الاقتصادي كلهم المصريين واليونانيين مش غريب بينهم في علاقات 4000 سنة دلوقتي يعني كذا سنة قبل الإسكندر الأكبر خطة حضرتك المستقبلية يعني نويت تعظم العلاقات أكتر إزاي بين البلدين أولا الثقافة ثانيا اللاقات صحفية لازم نشتغل مع بعض نشوف للفايدة التي تتعود علينا قدامنا الهدف إيه من تنظيم فعالية كافافيس ويعني مشاركة أو تعاون كبير بين السفارة اليونانية وأيضا دار الأوبرا النصرية ووزارة الثقافة يعني حكينا عن أهمية تنصيق هذا الحدث كافافيس هو فعلا كان يوناني هو كتبت اللي هو كتبت باليوناني باللغة اليونانية بس الهيئة هو هو مصري كمان مصري بتال إسكندرية بتالزمان يعني حاجة كوزموبوليتن الفلسفة معقودة دايما في كل شيء اللي هو كتبت والفلسفة دايما بيساعد كل الناس في طريق حياتنا عاصل الناس اللي عندوهم فلوس ممكن يلاقي مهامي الفلسفة ده مساعدة كبيرة للناس اللي ما عندوش فلوس الفلوس للمهميين فكافافيس معروف في الدنيا كلها رسالة حضرتك للشعب المصري أو رسالة تحب تقولها للشعب المصري في جملة واحدة تحب تقول إيه؟ أنا بحب أقول اللي أنا بحب الشعب المصري أنا حاس في بيتي أنا رجعت بعد 35 سنة اللي أنا بشتغل في الوزارة اليونان ده أول ما رأي لنا في مصر في سفارة اليونان وإن شاء الله كله هيبقى عكسن وعكسن ألف مبروك للمنصب الجديد ونرحب بك في بلدك التاني مصر شكرا جزيلا شكرا كان معنا سعادة السفير اليوناني الجديد في مصر نيكولا جرليدس أطلعنا على مزيد من التفاصيل بخصوص مشاريعه المستقبلية وخطط عمله في مصر وأعرب عن سعادتي الوجود في مصر واشكركم وإلى اللقاء